لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى الموضوع الأول لليونت الثاني للصف السادس الإعدادي الموجود في يونت 2 لسن 2 & 3 صفحة 29 من كتاب النشاط في موضوع الإلزام لدينا ثلاثة أقسام منها من الإلزام القسم الأول هو معنى يجب والقسم الثاني معنى لا يجب أو غير ضروري والقسم الثالث معنى ممنوع فالقسم الأول معنى يجب أو ضروري نستخدم بين must, have to, need to هذه معناها إذا شيء ضروري فنستخدم must, have to, need to أما إذا شيء يعني غير ضروري لا يجب أو لا يحتاج فنستخدم don't have to و needn't أما إذا شيء ممنوع فنستخدم mustn't الآن ريد نعرف كيف ننفي have to و must و need to have to عندما ننفيها تصبح don't have to don't فقط نضيف don't have to أما must فتصبح mustn't و need to تصبح needn't بدون التو بدون التو عندما ننفيها وجميعهم يأتي بعدهم فعل مجرد خالي من أي إضافة يعني لا يوجد فيه as أو es أو ed أو ing أما أسئلة الابليكيجن في الوزارة فقد تأتي على شكل اختيارات أو تصحيح الفعل داخل القوس for example على سبيل المثال when you get into a car حينما تدخل في السيارة أو تركف في السيارة you must or mustn't put on your seat belt يجب يعني أن تضع حزام الأمان فمن المعنى يختار الطالب أما must or mustn't فهو يجب أن يرتدي أو يلبس حزام الأمان إذن نختار must you must put on your seat belt هذه جملة على شكل اختيارات أما إذا جلت على شكل تصحيح الفعل في داخل القوس هنا دينا for example you mustn't drive without your seat belt on أنت يجب أن لا تسوق بدون حزام الأمان فهنا يطلب مننا تصحيح الفعل ما بين القوسين وكمان نعرف بأنه الابليكيشن جميع يأتي بعدهم فعل مجرد بدون أي إضافة فهنا دينا s فيجب أن نحذف الاس الموجودة في drives فتصفح drive فعندما نحل الجملة ننزل you mustn't drives نحذف الاس البالفعل فلأنه يجب أن يأتي بعد mustn't or must or not جميعهم يأتي بعدهم فعل مجرد drive without without your seat belt هذا الموضوع يأتي في الوزارة في السؤال الثاني فرعبي ولدينا تمرين فقط واحد عن هذا الموضوع هو activity D في صفحة 29 من كتاب النشاط والآن سوف نبدأ بحل التمرين الخاص بهذا الموضوع الموجود في نوت 2 lesson 2 and 3 page 29 صفحة 29 of the activity book من كتاب النشاط activity D استخدم هذه الأدوات وأكمل الجمل number one when you get in a car حينما تركب في السيارة you put on your seat belt يعني أنت يجب أن تضع حزام الأمان لدينا ثلاثة الأشكال التي الضروري هي must need to have to فأي واحدة من هذه الأشكال هي صحيحة number two there's petrol in the car هناك يعني وقود في السيارة so you go to the petrol station لذلك أنت لا تحتاج أن تذهب إلى محطة الوقود فلا تحتاج أو غير ضروري هي don't have to or need to don't have to or need to فأي واحدة منها صحيحة number three you're driving too fast يعني أنت تسوق جدا سريع you slow down أنت يجب ضروري أن تبطئ تبطئ بالسرعة فالضروري هي must have to or need to فأي واحدة منها أيضا صحيحة number four please put out your cigarette رجاء أنا أطفي سيارتك you smoke in the police station أنت يعني تدخن في مركز الشرطة فهنا ممنوع منع يجب أن لا تدخن في مركز الشرطة أو ممنوع التدخين في مركز الشرطة فنستخدم للمنع my sent number five you pick me up in the car يعني أنت تأخذني في السيارة I'll get the bus أنا سوف أركب الباس فما يحتاج أو مضروري أن تأخذني بالسيارة لأنه أنا سوف أركب الباس فالمضروري هو don't have to أو need to number six police officers prevent crimes يعني ضباط الشرطة يجب أو ضروري أن يمنعون الجرائم فاليجب أو الضروري هو must have to or need to أي واحدة منها صحيحة number seven can I be back later than eight o'clock tonight or my parents will be angry يعني ممنوع أن أعود متأخر في الليل أو والدي سوف يكونون غضباني فللمنع نستخدم mustn't وهنا لدينا بعض الأسئلة الوزارية المهمة you mustn't or don't have to speak to the driver when the bus is moving يعني أنت يجب لا تتكلم إلى السائق حينما الباس يتحرك it's dangerous إنه خطر فهنا ممنوع منع إذن نستخدم mustn't لأنه بخطورة يعني التكلم إلى السائق حينما الباس يتحرك ولدينا جملة أخرى drivers mustn't or don't have to jump right signals يعني السواق يجب أن لا يشتازون يعني الإشارات الحمراء فهنا دينا منع ممنوع أن يشتازون الإشارة الحمراء إذن نستخدم mustn't أما الجملة الأخرى هبا needn't or mustn't go to the supermarket today يعني هبا لا تحتاج أن تذهب إلى الأسواق أو السوق اليوم because Dana went yesterday لأنه دانا ذهبت البارحة فهنا غير ضروري أن تذهب إلى الأسواق فنكتب needn't والجملة الأخرى you're driving fast يعني أنت تسوق سريعا you have to or needn't slow down يعني أنت يجب أن تبطئ فهنا ضروري أن تبطئ يجب أن تبطئ إذن نستخدم have to أما الجملة الأخرى please put out your cigarette رجاء أن أطفي أو أخمد سيجارتك you mustn't or needn't smoke in the hospital أنت يعني يجب أن لا تدخن في المستشفى فهنا يمنع التدخين في المستشفى فنستخدم mustn't وهذا الجملة موجودة في الكتاب فقط مغيرين hospital ولدينا جملة أخرى when you get in a car حينما تركب في سيارة you must or mustn't put on your seatbelt أنت يجب أن تضع حزام الأمان فهنا ضروري أن تضع حزام الأمان فنستخدم must وجملة أخرى you mustn't drive without your seatbelt أنت يجب أن لا تسوق يعني بدون حزام الأمان فهنا يطلب منك correct the verb يعني صحح الفعل ونحن نعرف بأنه models verbs يعني أفعال المستقبل هي جميع يأتي بعدها فعل مجرد بدون أي إضافة فهنا دينا s في الفعل إذن يجب أن نحذف ال s ونكتب drive بدون s you must or needn't go to the store today يعني أنت لا تحتاج أن تذهب إلى المتجر اليوم there's plenty of food in the fridge هنا عكل كثير من الطعام في الثلاجة فهنا غير ضروري لا نحتاج أو لا تحتاج أن تذهب إلى المتجر إذن نستخدم needn't وهنا دينا أيضا جملة أخرى جاءت في الدورة الأول 2017 there's petrol in the car هناك وقود في السيارة so you don't have or mustn't go to the petrol station لذلك أنت لا تحتاج أن تذهب إلى محطة الوقود هنا يعني غير ضروري إذن نستخدم don't have to وهذا كان شرح موضوع obligation الإلزام أتمنى أن تكونوا قد استفاديتوا من الفيديو لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا